طب خبر مهم علشان نبقى فاهمين ايه اللي هيحصل بكرة طبعا احنا عارفين وحبنتكلم دايما عن موضوع كورونا الهم الكبير بالنسبة للعالم كله وارتفاع معدلات الاصابات يعني بنسب قياسية في دول يمكن كانت المسألة يعني حصل فيه انفراجة شوية والدنيا هيدية لكن دول اوروبية ظهر فيها كمان وبدأت او دخلت فيه الموجة الربع احنا هنا مازلنا حتى لسه موصلناش لزروة الموجة الربع ليه لان لو فكر حضرتكم كده كان معانا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشعر رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وسألته امتى هنوصل للزروة علشان المسألة تبدأ بقى تنحضر المهنحنة يعني ينزل تحته ونشم نفسنا ونتطمن قال لي ساعتها انه لما نوصل لمرحلة السبات في اعداد الاصابات لفترة طويلة اسبوع عشر تيام تبقى الاعداد سبتة ساعتها نبدأ فيه النزول احنا دلوقتي بنتكلم ان يوميا 900 900 وي 910 920 عمالين لسه معدل الاصابات عمالة تزيد ما وصلتش لمرحلة السبات اللي بنتكلم عليها فبالتالي المسألة لسه يعني مرشحة لزيادة ومازلنا في مرحلة الخطر مع التحورات اللي شايفينها في العالم كله بالنسبة للسلولات طبعة اللي بيطلع من كورونا والتحورات المخيفة اللي بنسمع عنها معدل الانتشار سرعة الاعراض كمان ممكن تبقى صعبة قوي وكان كل الكلام ان القصة في اللقاح ان اللقاح هيخلي انك ما يبقاش الاعراض عندك صعبة او توصل لقدر الله للمستشفى ان اللقاح كمان هيخلي نسبة تحور الفيروس تكون قليلة وممكن تكون معدومة لان الفيروس بيتحور في جسم الانسان اللي هو العائل ليه فبالتالي علشان نقضي على مسألة التحور ونسمع بقى عن السلالة الهندية والسلالة الصينية والحاجات عمين نشوفها دي والحذر والترقب الموجود في الدولة المصرية خوفا من التحورات القادمة علشان كده التطعيم والتطعيم كنكلمة فيه كتير قوي ومش عايزين نعيد الكلام فيه لانه خلاص الكلام ده المفترض ان احنا خلاص بقينا عارفينه وحافظينه انه عندنا ملاقة من اللقاحات مش موجودة في دول كتيرة من العالم في دول يعني وقع تحت وطئة شركات ودول تانية بتمارس عليها الضغوط دي عشان مسألة اللقاح لما نكلم على القارة الافريقية كلها واخد اربعة في المية من نسبة اللقاحات على مستوى العالم فهنا تشوف بقى ان كل دولة بتكون الاولوية طبعا لمواطنيها نسبة الامان للبعض الغدوتي خايف مين هيقولك طب اصل الاسر الجانبية اصل مش عارف ايه تم انت عندك الدول الكبرى الدول المتقدمة بتعام واطنيها يعني مش بتقولك مثلا تطعيم ده البرة واحنا نبقى في امان وما نتعامش ده يعني المسألة مش بالقياس بالشكل ده ده غير كمان انه حتى مع اعراض او اثار جانبية لا تقارن بالاعراض او بمضاعفات كورونا يمكن كنا بنقول حاجة من الالف في الاثار الجانبية مع المرض نفسه علشان كده واحنا عندنا لقاحات قدرنا نجيبها من كتير من دول العالم وكل الانواع موجودة عندنا بالاضافة كمان للتصنيع المحلي للقاح ويمكن هنتكلم عنه بعد كده فده بقى متاح التسيرات اللي حصلت فيه مراكز تلقي اللقاح ما عادش فيه كنت بقول لكم مبارح ما عادش فيه انك تسجل لا تدخل بطاقتك تطع ويتحدد لك كمان معاد الجرعة التانية مبارح كمان كنا بنتكلم على الأكشاك الموجودة في محطات المترو كل ده تسهيلا على المواطنين وعايزين يبقى اكبر يعني اعداد متعامة وقد التطعيم علشان نوصل للمناعة المجتمعية اللي بنتكلم عنها والشيء بالشيء يسكر بقى وادخل في الموضوع انه احنا قلنا ورئاسة الوزراء او اللجنة المختصة مشكلة اللي هي متابعة فيروس كورونا يعني او انها بتاخد القرارات علشان الموضوع وعشان الازمة قالت انه الجامعة المدارس وطبعا الموظفين وعند الموظفين نقف هنا شوية عشان اقول لحدكم ايه اللي هيحصل بكرة بكرة دي كانت المهلة اللي اتاخدت انه من اول يوم 14 نوفمبر لن يسمح 15 نوفمبر عفوا نهاردة 14 لن يسمح لاي موظف ما تلقاش اللقاح انه يدخل لمكان عمله ويمارس مهام وظفته عادي ما ينفعش مش هيسمح ليه بالموضوع ده ومجاش هيعتبر انه منقطع عن العمل مش هيكون في البيت يعني واخد اجازة وبياخد مرتبه ده الكلام ده وكي كان معنا ساتة بشار نادر ساعد وقال لنا الموضوع ده بالنسبة للمواطنين برضو من واحد بتاقلي بعدها من واحد اكتوبر تقريبا هيبقى او واحد ديسمبر هيبقى المواطنين مش مسموح ليهم برضو لو ما خدش اللقاح انه يدخل اي مصلحة حكومية يخلص اي ايه اي ورق او اي ايه اه حاجة يعني عايز يعملها اه من الاجراءات اللي بقولها حضراتكم عالية فبكرة هيتم تطبيق وتفعيل قرار الحكومة بمنع الموظفين اللي مخدوش اللقاح من دخول اماكن عمله اشتركوا في القناة